الوسطة بالدوحة بلينكين بإسرائيل إسرائيل بغزة حماس بمحور نتساريم ومبارح وصلت عتل قبيب الكل عم يسحب شوفي عنده وراء ضغط لحسم المفاوضات بس بعد فيه كم سبب خليين المفاوضات عالقاني حنخبركن عنا اجتمع الوسطة الثلاثة قطر ومصر وأمريكا بالدوحة يوم الجمعة وبالغوا ثلاثتهم بإيجابية اللقاء اللي ما وصل لنتيجة ملموسة تحلحلت شوية عقد مثل موضوع المساعدات ونسبة الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين بس بقوا نقبتان على القانين محور نتساريم ومحور في لادلفيا بعد يومين من مفاوضات الدوحة نشرت كتائب القصام فيديو لعملية مركبة من محور نتساريم وسمته محور الموت رسالة واضحة بتفرج كلفة بقاء إسرائيل بمحور نتساريم بس لاش العقدي هون؟ لاش محور نتساريم؟ ولاش محور في لادلفيا؟ أولاً نتساريم هالمحور بيقسم غزة بالعرض وبيفصل شمال الكطاع عن وسطه وجنوبه عم تتحجج إسرائيل إنه سيطرته على هالمحور هو لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح بالحقيقة حماس قادرة تتجاوز المحور عبر الأنفاق بس اللي مش قادر يتجاوزه هن المدنيين فوق الأرض إسرائيل بده تسيطر عن تساريم لتحدد مين بيرجع على شمال الكطاع وإذا أصلاً مسموح الرجعة وكمان لأنه بيوصل مستوطنات غلاف غزة بالبحر هنيك مثلاً تركب المينة الأمريكي المؤقت تانياً في لادلفيا هو حدود غزة الوحيدة مع أرض غير فلسطينية غير خاض على سيطرة واحتلال إسرائيل من هالمحور فيها إسرائيل تحارب ومأمن دهرة طالما نظام السيسي متواطئ معه السيطرة على هالمحور تعني كمان السيطرة على حركة السفر ودخول البضائع من جهة مصر وتسكير باب محتمل لدخول السلاح لغزة مع محور في لادلفيا ومعبر رفح بتكون إسرائيل أفرت مخططة لميكرو إدارة الكطاع نتنياهو بعده عم يزيد الشروط ويعرقل وصح الضغط عم يزيد على داخلية وخارجياً بس كل يوم إضافة بدون مفاوضات هو يوم إضافة لأتمام الإبادة ونتنياهو عندوش مشكلة مع الموضوع